طيب قرار الكاف في رأي حداك من أي فريق متوفر فيه 11 لعيبة 11 لعيب بسحتهم ناجتب يلعب لا أنا ليا تعقيب الحقيقة كريم بس تعقيب يعني هيبقى صعب جدا الحقيقة بس أقولي لو ناخد فكرة أه يعني أنا أنا بقول إن الحقيقة الكاميرو الحقيقة حارب إن هم يقسموا الإيدتو الحقيقة رئيس تحدي الكاميروني حارب إن يوجد البطولة في الكاميرون وتتلعب وفيه حاجات كتيرة نقصة تنظيم عندك فيه مشكلة عندك الأمن فيه مشكلة عندك إنك تعمل تحليلات هناك فيه مشكلة للجائحة أنت النهاردة فيه مثلا تلت صحفيين جزائريين وهم على بعد مثلا خمسين متر من الفندق تثبتوا دي يعني مشكلة كبيرة جدا جدا طب أنا النهاردة هل ساموا الإيدتو الحقيقة كان بحق مجد شخصي أنا كل الحاجات دي مش متوفرة إحنا لما جينا بالنظم كاس عالم كنا عاملين كاس أفريقيا أمم أفريقيا لكل البطولات اللي احنا نظمناها كان زي تنظيم العالمي بالظبط كاس عالم بالظبط أنت النهاردة أنت قلت وحاربت أن بطولة الأمة الأفريقية تقام عندك في الكاميرون عشان أنت رئيس الاتحاد الكاميروني طب أنت حضرت إيه؟ للأسف الشديد التنظيم والأمن وحاجات جتيرة جدا جدا فيها مشاكل كبيرة جدا أنت النهاردة اللعيبة اللي موجودة في الفندق النجوم الكبيرة اللي موجودة في الفندق الناس عاوزة تخش وبتخش بسهولة عليها هناك يعني دي من ضمن الحاجات السلبيات اللي موجودة في البطولة دي للأسف شديد ما تعملش حسابها طبعا النهاردة أنت برضك أنت تغاضيت عن الحالة الصحية للعيبة دي وللجمهورك النهاردة لما تجي تلاقي تمانية لعيبة في منتخبات عندهم كورونا ومشا لعبهم مقشاط أو في منتخبات عندهم عشرة لعيبة دي كارسة كارسة يعني أنا عاوزة أفهم طبعا ما كانش وارد أن البطولة تؤجل حتى مش هقول لك يتم لا هو فعلا نجح سامور إيتو رجح رئيس الاتحاد الكاميروني هو طبعا نجم كبير قوي ويمكن دي فرقة ماهي حتى أنه هو يضغط في أفريقيا وأنه هو فعلا البطولة تقام لكن اللي موجود حاليا دلوقتي هيتحسب على سامور إيتو يعني الطبيعي أنه هو مثلا يبقى قامت البطولة وهو سبب سبب رقم واحد إن ده كان مفروض سامور إيتو تسيط بشكل كبير جدا عريس لكن اللي موجود حاليا دلوقتي بالعكس هيتحسب عليه تنهاردة كمية الحالات اللي احنا بنشوفها حالات الكورونا اللي موجودة الأمن اللي يعني مش موجود بشكل إن احنا تحمي النجوم دي اللي موجودة في أفريقيا ونجوم العالميين اللي موجودين اللي جايين التنظيم نفسه كل حاجات كتيرة جدا هتتحسب للأسف على سامور إيتو اللي هو كان مفروض بيحارب عشان الديكة ترفعه بشكل كبير جدا هنقول إيه غير إن ربنا يسترها عليه والبطولة تعدي على خير نهاردة عندك رئيس التحاد المصري جالو كورونا ها طبعا بنتمنا له الشفاء ها بنتمنا له طبعا الشفاء لكن هي الأمور صعبة جدا لكن أنا بقول يعني خلاص طالما البطولة وقيمت لازم بقى نشتغل إن احنا إن شاء الله بإذن الله نحصلت البطولة